يقول عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل لمارا فإنك إن أوتيتها عن مسألة أوكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين إحداهما أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق تولي على الخلق مسؤول لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها الله أكبر أين هذا التوجيه من حال الناس يتقاتلون على الولاية على الإمارة على الحكم على المنصب بيننا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك لماذا؟ لأنها مسؤولية فالإنسان إذا تولى على اثنين سؤل عنهم يوم القيامة فكيف إذا تولى على بلد أو وزارة أو ولاية كبيرة فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة قد يفرح الإنسان بهذه الولاية لكن متاع الدنيا قليل ويوم القيامة هذا الإمارة حسرة وندامة إلا من قام بحقها إلا من قام بحقها والذي ينبغي كما في هذا التوجيه العظيم الرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم أن إنسان لا يعرض نفسه للمسؤولية إلا إذا أختير وأسندت إليه فإنه يرجى له العون من الله عز وجل أما إذا كان هو حريصا على أن يأخذها وعرض نفسه وطلبها فهذا حري أن يخذل والعياذ بالله